فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبيين فوق غماء من نوري فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريثا في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمني من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوما فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سينا ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شياع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك ولعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجابت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلب بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخران وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خرى من فزعه طور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في ساعيرا وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهم السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخار ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجارس وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين يا رب العالمين يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخار ولوالديا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم سوء وساعتي سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترته الطاهرين وسلما تسليما كثيرا اللهم إني أسألك بحرمتي هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء وبما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط به إلا أن تفعل بما أنت أهله وأن تغفر آلنا وتقضي حوائجنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي على محمد وآلي محمد وحصن فغور المسلمين بعزتك وأن يدحماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم يصلي على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم وحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصابر والطفلهم في الماكر اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحوا عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصباء عينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلدي ومنازل الكرام والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشرباء والأشجار المتدلية بصنوف الثمار حتى لا يهم ما أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أغفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلاع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم وقطع عنهم المدد وانقص منهم العداد واملأ أفئدتهم الرعب وقبيض أيديهم عن البسط واخزيم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم وقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم وقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذى لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبايات اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصم به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلاً في أرضك وأسرى أو يقر بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لأك اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهندي والرومي والتركي والخزار والحبشي والنوبتي والزنجي والسقالبتي والديالماء وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين واخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمناة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوما بادر تقطعوا به دابرهم وتحصدوا به شوكتهم وتفرقوا به عددهم اللهم وامزوج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألحى عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحصي أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسرى وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفق ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحش وأنسه ذكر الأهل والولاد وأثر له حسن النيتي وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجوب وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصر وعلمه السيرة والسنان وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمع واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تذلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمنا أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فآجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلمين أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوى أو همى بجهاد فقعدى به ضعف أو أبطأت به فاقه أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى 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 موسيقى